الفقرة دي لكل الناس اللي هي بتعاني من قرح الفراش او الجروح المزمنة الجروح المزمنة اللي هي جروح سيئة جروح مش بتخف واحد عنده جارح ومهما بيعلك فيه ما يخفش طبعا ناس كتير وعندها حاجة زي كده فراشنا عندها سكر وفي الاخر اول ما يخفش ليه يروح يحالي يلاقي عنده سكر فالجروح المزمنة دي ممكن تكون معلقة بالسكر او متعلقة بحاجات تانية لكن احنا بنتكلم عن الجروح المزمنة كجروح مزمنة ايا كان السبب يعني ايا كان المرض وكمان قرح الفراش لبعض الناس اللي هي بتبقى بتنام فترات طويلة في الاسرة نتيجة صروف معينة او مرضية معينة فبيحدث لها قرح فراش هل الناس دي ان شاء الله بإذن الله خلاص كده هي ده الحل قدامها ولا ان الممكن يكون فيه بشرة للناس دول معنا الدكتور علي السنوسي استشاري علاج بالاكسوجين النشط يكلمنا عن هذا الموضوع تفضل دكتور بسم الله ده او طبعا قرح الفراش عشان نعرف نعرفها كويس لازم نعرف سببها ايه قرح الفراش هي جروح حصلت لمريض طريح الفراش سواء كان مسن كبير في السن مش قادر على الحركة او لقدر الله مريض حصل له جرح او حدثة مثلا فحصل المشكلة في العمود الفقري فبالتالي بقى طريح الفراش ما يدرش يتحرك تمام طيب قرح الفراش ايه سببها اصلا قرح الفراش سببها ان حصل ضغط على منطقة معينة غالبا بيتبقى اسفل العمود الفقري عند الفقرة الخامسة القطنية مع الفقرة الاولى العجزية مثلا بيحصل ضغط في المنطقة دي فبالتالي بيحصل منع وصول الدم للمنطقة دي مع ارتفاع حرات الجسم نتيجة الاحتكاك المستمر بيبتد يحصل تآكل في الطبقة الخارجية لجلد الانسان وبعنى كده بيبتد يتخش بقى في الطبقات اللي تحت اللي تحت لحد ما توصل في بعض الحالات للعظم للفقرات نفسها ده عشان الضغط ده بيمنع وصول الدم زي ما احنا قلنا قبل كده ان الدم هو اساس انبات الخلايا او اساس طاقة الخلايا بنسبة 90% اللي هو الاكسجين يعني طيب قرح الفراش دي برضو نفس القصة بتاعة القدم السكري ونفس قصة الجروح المزمنة سواء كانت جروح عدية او قرح دوالي مثلا جرح اي جرح هيحصل في جسم الانسان لازم لي وصول الدم بشكل كافي وبالتالي الاكسجين مش مريض سكر يعني بيجيلي مرضى بيبقوا ما عندهمش سكر ما عندهمش مش كبار في السن بس عندهم قصور في الدورة الدموية الدم مش واصل كويس حتى ممكن يبقوا شباب صغيرين يعني المريض اللي هو طريح الفراش ده الاحتكاك المستمر مع عدم وصول الدم كويس بيحصل القرح اللي يحصل برضو التعامل مع قرح الفراش برضو بيتم بنفس الكيفية بتاعة القدم السكري او معظم الجروح اللي هو تنظيف خارجي رش انتيبيوتيك سبري كريمات ومطهرات وحاجة كده والجرح يبتدي فيه انسجة تتلف فيبتدي ننظف ونقطع فيبتدي القرحة توسعة فيبتدي العمق التاعي يبقى اكتر الموضوع بيبتدي سلسلة غير متناهية للأسف بتؤدي في الآخر للوفاة ليه بتؤدي للوفاة؟ القدم السكري جرح في الأطراف الأصابع تحت في المشت القدم ممكن يحصل بتر الأصابع نص المشت تحت الرجبة فوق الرجبة ايوة يعني بيبقى ليه حل جراحي ممكن تدخل جراحي انما حركت تخيل قرحة او جرح في اسفل الدار فوق العمود الفقري هتبتر ايه او هتقطع ايه ملاش حل المضاعفات بتاعته كتير كتير ناس كتير انا بشوفها بس معانا بتموت بسبب قرحة الفراش دي الجرح يبتدي العمق يزيد شايئا فشايئا لحد ما يوصل للعظم كتير يحصل تسوص الفقرات خلاص المضاعف ده وصل للحبل الشوكي تسمم خلاص المريض هو الكلام تيه بس احنا بنقول الخطورة بتاعته يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب فالفكرة بقى في ايه بقى ان احنا نفس المشكلة بتاعت القدم السكري او الجروح نحنا بنوصل الدم كويس للجرح ده الدور بتاع الاكسجين الناشط ان هو بيحسن وصول الدم وتنشيط الدم للواصل للخلية عن طريق ان هو بيحسن الاستيسيا او المرونة بتاعت جدر الشرايين بيأكسد الكولسترول والدهون المتراسبة على جدار الشرايين فبالتالي قطر الشريان بيزيد بيحسن المرونة بيحسن اللزوجة بتاعت الدم صرايان الدم يعني الواصل للجرح فكده الدم وصل بشكل كافي الاكسجين وصل بشكل كافي للجرح بتبتدي القرحة بعد كده يبتدي بقى يحصل انسجة جديدة تطلع بتنبت انسجة جديدة اللحم يبتدي يكسي العضن شيئا فشيئا يبتدي يعلى لحد ما يصل لمستوى الجسم يبتدي الجلد يقفل على الجرح ده اللي بيحصل في كرحة الفراش ده بيحصل في الجروح المزمنة انا بيجي لحالات بقالها مثلا 15-16 سنة هو عايش خلاص تكيف مع الوضع عايش مريض عنده جرح قرحة دوالي مثلا في رجله عنده جرح في اسفل القدم مثلا وبالشرط يكون مريض سكر على فكرة خلاص هو تكيف ماشي بالعكاز خلاص بقت اعاقة بقى الشكل من الاعاقة هو عايش معاه بيتكاف معا في حياته بياخد طبعا فيه ادوية بدون ذكر اسماء لتنشيط الدورة الدموية يعني ما بتاعملش حاجة بيخده زي البنبوني كده يعني الفترات طويلة سنين طويلة المفعول ضعيف عشان كده احنا قلنا ان العلاج بالاكسوجين النشط هو الحل الرئيسي الوحيد لتنشيط الدورة الدموية اي حاجة فيه معادة ذلك للأسف بتبقى يوزلس او عدمت النفع ملاش اي فايدة خالص بالنسبة للمريض عشان كده هنقول قرحة فراش يعني جرح عايز دم يوصل كويس وده اللي بيقوم به الاكسوجين النشط نوه بيقوم بنشط الدورة الدموية مش بس كده ده احنا كمان بنعقم الجرح عن طريق كمدات الاكسوجين النشط مية اكسوجين النشط بنحط الخرطوم بتاع الجهاز في مية مؤطرة دي بتعقم الجرح وتنظفه قوة تعقيم الاكسجين النشط قد قوة تعقيم الكلور 3200 مرة تمام فده رقم كبير جدا فإحنا بننظف الجرح بنعقمه البكتيريا بنقتلها بنحسن وصول الدم للجرح بنغيره بالكريم كريم برضه مشبع بالاكسجين النشط عبارة عن زيت زيته مشبع بالاكسجين النشط فبالتالي أنت كده خلاص وصلت الدم كويس نظفت الجرح الجرح مالوش حج بعد كان هو ما يلتقمش يعني والخلاية جدية تظهر والجرح يلتقم يبقى الإنسان زي الفل إن شاء الله يعني كل ده يتعلق به القرح الفراش والجروح المزمنة اللي ما بتخفش هل من الممكن مثلا يكون حد مرة تعالج بالاكسجين النشط وعنده جرح مزمن ما خفش لسبب آخر أو قرحة فراش ما خفتش لا فيه ساعات بيتبقى حالات بيبقى فيه مشكلة عندها غير مرئية مش متشافة يعني بمعنى صح فيه انسداد مثلا في شوريان مثلا طب انسداد في شوريان ده حاجة ميكانيكية حاجة ميكانيكية ده بيحتاج بقى تدخل ساعات جراح الأوعية الدموية بيعمل بقى هو جراحات معينة أو طرق معينة أو أشكال معينة من العمليات بحس ان هو يسلك إنما لو ما فيش انسداد في الشرايين وفيه ضعف معظم المرضى أو كل المرضى اللي احنا بنعالجهم بنعملهم الأول الحاجة اسمها أشعة دوبليكس عشان نشوف فيه انسداد ولا لأ فبيطلع عن فيه هو اللي هو التحرك على الأسروسكلوروز الأسروسكلوروز اللي هو تصلب في الشرايين مع اسكيميا اللي هو الدم مش واصل كويس بيجي هنا دور الأكسجين النشط نعم بيجي للمريض مع الأشعة دي اللي هو ما فيش انسداد أنا ما عنديش انسداد في الشرايين لو عندهم انسداد بحولوا الاستشاري أو أخصائي جراحة الأوعية الدموية تمام؟ ويرجع لي تاني بعد كده الحالات اللي بنتعامل معها بيبقى عندها اسكيميا عندها ضعف أو قصور في الدم اللي هو واصل للأنسجة نتيجة تصلب الشرايين ودي الشرايين ده احنا الأكسجين نشط دوره فعال جدا 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 في الحالات دي والحمد لله يعني نسبة النجاح في بتتعدل 95% الحمد لله بفضل الله أولا وأخيرا ماشاء الله يعني طبعا برضو تعتبر حاجة جميلة جدا فيه من الناس اللي عندها كرح فراش نتيجة فترات طويلة رقود في الأسرة أو الناس اللي عندها جروح مزمنة أو جروح سيئة بات التاني بسرعة دكتور علي استفاد في هذه المسألة وقال بأنه الأكسجين النشط هو العلاج الأمثل العلاج الأمثل له وصول بالدم إن ما كانش الأوحد كمان نعم إن ما كانش الأوحد كمان يعني طبعا نعم يعني هو طبعا دكتور علي يقول الأوحد وهو طبعا رجل بقوله بكل ثقة أحاول الله طبيب وهو كل ثقة وهذا الكلام على مسئوليته يعني لكن احنا بنقول هنقول احنا لعلاج الأمثل باعتبار إن إحنا مش متخصصين وفي نفس الوقت ده شيء كويس للناس اللي عندها جروح جروح مزمنة أو قرح فراش يعني استفدنا في هذه الفقرة نرجو تكون إنتوا كمان استفدتوا وعلى موعد آخر اشتركوا في القناة